في مهرجاننا قامه تلاف قوة تغيير الديمقراطي بساحة بن عباس بن واكشوت اختار مرشح لاتلاف محمد المولود أن يركز في خطاب إعلان ترشحه لرئاسيات يونيو على مهاجمة ما سماه فشلا على مختلف المستويات للعقود الثلاثة العخيرة من حكم موريتانيا وفي مقدمتها العقد الأخير ووعد المولود في خطابه بالتركيز إذا ما نجح في الانتخابات على نقاط أبرزها معالجة الإرث الإنساني والمساواة بين الشرايح إضافة إلى إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والجيش ومضاعفة الأجور معولا على ما سماها قوة التصويت التي لا تقهر لمواجهة ما قال إنه فرض السلطة مرشحها إنني كمواطن وفاعل سياسي كرس حياته منذ عقود خلت إلى جانب وطنيين آخرين لقضايا أمتنا ووحدتنا واستقلالها الحقيق وازدهارها أتقدم نحوكم اليوم مع كل من يثقون في صدق التزاماته وفي قدرته على تسيد هذه أفعال لأطلب دعمكم لأطلب دعمكم لي كمرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة ويرى صحفيون أن خطابه المولود بذلك يكون قد تميز عن أبرز خطابات الترشح التي ولقيت من قبله خطاب المترشح محمد المولود حمل النقاط كثيرة مختلفة عن نقاط المترشحين الآخرين مثل قضية الفساد ووضع خطة استراتيجية لمكافحة الجفاف الوقوف مع المدونين المسجنين وكذلك ضحايا ما بات يعرف بعملات الشيخ الرضا هذه النقاط جديدة في خطاب مترشح الرئاسيات أعتقد بأنه تجديد وخطاب ممكن أن يكون قوي جدا يجلب بعض الجماهير التي تتوق إلى تغيير من وضع الخطابات السياسية في موريتانيا وبإعلان المولود ترشحه يرتفع العدد إلى أربعة مترشحين هم بالإضافة إليه محمد الغزواني المدعوم من طرف الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان والنائب البرلماني برامل الداه الأبيدي المدعوم من طرف حزب الصواب إضافة إلى الوزير الأول الأسبق سيد محمد الببكر المدعوم من طرف حزب تواصل وحاتم والمستقبل وأحزاب أخرى ترجمة نانسي قنقر